تورت يعني جنابك عندك محطات كثيرة انتقدت بها السياسة العراقية والمواقف حتى مرة من المرات أدت بيك أن يلتقيك الرئيس العراقي السابق صدام حسين وقل لك شنو هذا التقرير اللي كاتبه أو هاي الأفكار اللي يعني ممكن تتحدثنا عن هاي الواقعها ممكن جدا تكتبت هاي الأفكار يعني خلال الزيارة للعراق اللي كانت تنظم زيارات كل الطلاب يجي بالسنة مرة على حساب الدولة هاي وانت بعدك طالب في باريس بالضبط بالضبط ففت رحت للسوق الكسرة ماكو خضرها احلا بيتنجان لا طماطع هزين رحت لأوريس دي باك أباوة على الكتب ماكو كتب جنا قبل كولين والسين سارتار كاريل ماركس كثير من المفكرين والفلاسفة موجودة في المكتبات العراقية ماكو كتب شنو موجود السلسلة الزرقاء والسلسلة الحمراء ما للحزب تباوة على التلفزيون مثل كوريا وصلينا بالضبط تباوة على التلفزيون تلفزيون ما لدولة إعلام دولة تباوة على الجريدة إعلام دولة تباوة على النقاشات حول القانون مجلس النواب العراقي بوقتها يتناقش يطرحون أمور لأن بالتلفزيون عمليا ما يحصل أي تغيير أي تعديل لهذا القانون بما يطلبه الناس الآخرين بعدين ماكو شيء اسمه مع الأسف يعني هذا الفخ فخ الحزب الواحد يعني فخ الحزب القائد هذا النموذج السوفيتي في الأساس اللي انتشر في مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي السودان وفي الجزائر هذا النموذج بالنهاية يقود إلى الفردانية يقود إلى الاستبداد بالسلطة لأنه في أساس لما أنت تروح إلى نموذج الحزب الواحد أنت لحتروح للنموذج الأقصائي اللي هو النموذج الشعبوي عدم الإيمان طيب وظفتها هذه في مذكرة دراسة وأرسلتها في حينها عن طريق السفارة إلى بغداد فجأني استدعاء ورحت واستقبلني سيد الرئيس بوقتها بمكتبة وكان مع أضو القيادة حكمة العزاوي فقال لي من نص أنه أنا قرأت كل الأفكار بس قبل ما يستقبلك صدام حسين أو يلتقيك كان أحد المسؤولين ومعبر عن امتعاض أي مدير المكتب بالتنظيم القومي باعتبارك يتطالب بالدراسات الخارجية فقال لي شنو هذا التقرير ليش هاي الكتابات شمسوي قلت ليش رئيس الجمهورية يعني ما منتخب ما منتخب المفروض رئيس الجمهورية ينتخب ويكون هناك خير يكون مقابلة مئة منافس وكان إلى شعبية بالتسعة وسبعين ثمانين الحديث هذا فيفوز بالانتخابات فرئيس الجمهورية لك منتخب ليش دستور العراق ما زال مؤقت من أب تسعمية وثمانية وخمسين أرباطاش تموز بعد ما حلقها سم الدستور والملكية وغيرها لحد إحنا بلد دستور خلي صير دستور ونصوت عليه للشعاب العراقي وبالتالي إحنا كدولة أمام العالم عدنا دستور شلو كان رده؟ هو كان يسمع يعني بعدين أنت يعني عندك حزب اليوم إلى نفوذ وجماهيرية وواسعة نتحدث بالتسعة وسبعين تسعة وسبعين استاذ جلال الفائض بالميزانية العراقية خمسة واربعين مليار دولار فائض يعني وكان هذا الفائض وهذه الميزانية أكبر من كل ميزانيات الدول الخليج العربي شيد ليش الناش توقف على متاخد طبقة بيض تلزم سرة ويمكن ساعتين يجد يأخذ لطبقة بيض ليش لما ضابط يحصل على غلوس جيغاير يروح من العظمية للكرادة يروح الحواني تجيش ينطوغ غلوس جيغاير أنت بلد تمتلك ثروات هائلة ليش هذا هذا النظام الاقتصادي المتخلف اللي كان موجود اللي هو جزء من اللي نسميه الاقتصاد الاشتراكي بينما هذا اللي هو في الأساس نظرية لينينية وضعها لينين اللي يرى اسمالية الدولة دام حسين من رحدة تحمل هاي الأفكار اللي اللي هي كلها خارج السياق في الواقع يعني قبلها كان هناك مقترحات بالدراسة الذهاب إلى دستور دائم حرية الصحافة العودة إلى اقتصاد السوق المفتوح إلغاء التأميمات اللي سواها عبدالسلام عارف بوقتها اللي هي شملت بعض الشركات الصغيرة البسيطة وفقط الاهتمام بالشركات الاستراتيجية الكبرى وغيرها من التفاصيل السيد الرئيس استقبلني في حينها بتلاتة نيسان 1980 طبعا قبل الحرب العراقية الإيرانية ومثل ما أشرت لك كان مع استاذ حكمة العزاوي أرض القيادة القطرية في حينها فبدأ كلامه يعني لأنه اطلع التقرير وأنا أعرف طبيعة شخصيته هو يتابع يعني أنت اكتب ما يهم أن تكون صادق فأنا من كتابة كل التفاصيل في الدراسة لأن هي من الوقاعة التي شفتها يعني هي مو مختراعة من عندي فهو بالتأكيد تشيك يعني عبر الأجهزة الموجودة في الدولة حتى يتعرف صدق ماكو خضرة صدق البيض وهو يعرفها أيضا عنده كان رؤية نقدية لهذا النموذج نموذج تدخل الدولة بالتجارة والاقتصاد وغيرها كما في شؤون أخرى فقال لي وين رحت خلال هذه الفترة اللي جاء قلت له والله رحت كل المكانات اللي اكتبت عليها قل لي شفت قلت له شفت تغيير بالمطار فعلا اكتبت على المطار شفت تغيير بالسوق شفت تغيير بالصحافة تقصد التغيير إيجابي نعم نعم يعني معناها وطلع التقرير الدراسة وشاف هذه الملاحظات وعمل على معالجة بعض الأمور تغص الجوانب الاقتصادية الإعلامية نسبيا إلى آخره لكن في نفس الوقت يعني قل لي احنا شفت تقريرك دراستك وانت على حق معقولة يعني بالضبط قال لي انت على حق اكو بعض الشغلات ترايح بيها زايد شوية اللي هي موضوع الكارزمة فقال هاي الكارزمة كانت في حينها الأب القائد أحمد حسان البكر بسبيل أن يكون إلى مكانة متميزة بالقيادة فكنا نصيح للأب القائد فهي ليست يعني للتعظيم أو لل فتشي استثنائي لا هي جزء من الاحترام لكن كل ما كتبت كان صحيح كان صحيح بس أنا يجوني الأطفال مرات يزوروني يعني من المدارس أقدم لهم هدايا يعني مو أنا يداز عليهم يعني هم يعبرون عن رغبة للمجيء مرات مثلا شركات أو أشخاص يرسمون صورتي ويوزعوها بس هذه مو إحنا كدولة يعني نمارسها أو نبحث عنها لكن الناس تعبيرا عن محبتهم كان قرار القيادة يعني فصلك يعني وطبعا الفصل هم من الدراسة من الدراسة نعم وغيرها لكن أنا رأيي أنت تبق طالما أنت عبرت عن رأيك بحرية كانت أن ذلك دراستك على الماجستير لو الدكتورة هي في قطة أنا كنت على الماجستير على الماجستير أي فقال لي أنت من حقك تمارس وجهة نظرك بديمقراطية هذه حقوقك كمواطن عراقي يعني ضمن الأطر يعني كان مرتاح معناها ما كان متوتر أو منزعج من الملاحظات يعني وراء ما خلص الأحاديث والشيس ما قال لي تحب الشعر قلت لأي فقل لي امشي ويايا فطلعنا وطلع أيضا ويانا حكمة الأزاوي وركبنا بالسيارة كان هو يسوق السيارة السيد الرئيس وكان حكمة الأزاوي بصفة وأنا كنت وراء فرحنا إلى مهرجان ثقافي اللي انفتحتها وزارة التعليق وزارة الثقافة والإعلام وقتها في باب المعظم مكان محكمة المهداوي بضضبط قاعة الشعب وفرحنا وكان يسولف هو استاذ حكمة في حينها عن بعض القضايا يعني انتهى اللي يشوفك جايو يا صداب حسين حبال يعني المرافق مع له فانزلنا بوقت هال يعني الوزراء القيادة ومنفس السيارة بنفس السيارة طبعا اي يعني وكان فدمشهد يعني حتى من كان يمشي بشاعر رشيد يجي لهذا المال الأخضر وحمر للترافك لايك يوقف بس كان يدير ويتشة كان كل المنظومة الأمنية بالشارع يعني يستخدمون طريقة تيك تيك يعني تيك تيك يعني حتى انه طريق مفتوح فالقاعد بصفي المرافق لقدان فهو اللي كان يمارس التشييف يفتح الطريق يعني يغير الإشارة من حمراء إلى خضراء لا لا ما يغيرها بس يتأكد من الموجودين بالشارع اللي هي منظومة أمنية يتأكد منهم أنه الطريق سالك يعني مثل مثابة إعاز للبقية الحماية يعني اي بالضبط أنه الطريق آمن يقدر يستمرون قد يصير حادث اصطدام شيء آخر يعني يتم التنسية فكان يوقف بالترافيك لايف من يصير أحمر ويدير وجه ويشتعل الأخضر يمشأ تيادي كان ينتقد بعض الظواهر تتعلق يعني شنو يدير وجهه ليه شيء يدير وجهه ما فهمت يعني يعني إذا قاعد هي شيء ووقف ممكن الناس اللي تعبر تشوفه أه تشوفه يعني يعني حتى يعني كان يدير وجهه بهذه الطريقة يعني حتى ما حد يعرف يعني سيارة عادية يعني سيارة بيضة كانت مارسديس يعني ووراها يمكن واحدة الأخرى سيارة أو سيارتين عادي وإلى أن وصلنا فنزلنا عن تهادي فراح هو تقدم يعني وآني رحت يعني قاعدت بغير مكان خلص خلص المهرجان والافتتاح صعدنا فوق كان أكون مسؤولين من الوزارة من كان بوقت هالدكتور ناجي الحديثي راجع من بريطانيا فقاعدنا نسولف وسولفت له ورجعت وياه بعدين لقصر رجعت وياه طبعا للقصر ورجعنا قال لي الله وياك ونعتذر لأن أخرناك عندك ابتحانات وقل للمرافق الأقدم يعني بوقتها سولت جواز وخلي سافر طبعا بذيك الفترة كان أكو ناس لغط على تكتبتيك إعدام مستحيل بعد ترجاء من هالقصص هذه لكن وأكيد أثرت بك الحمد اللي نعم يعني أحاديث الناس نعم أكيد أثرت بك يعني خلتك تكون مرعوب يعني طبع هي شوف هي كانت نوعا من التحدي يعني يعني إحنا في ذهننا كان أكو نموذج للدولة دولة الرفاهية دورة عدالة حقوق الإنسان الديمقراطية الإنسان يعني يعني مو يوقف سرعا يأخذ طبقة بيض ولا الحياة المعيشية صعبة كان أكو هناك تذمر الدناس مثلا نقلت أيضا بالدراسة فكان هو الصدمة بسبب التباين العميق بين النموذج المثالي اللي بذهن وبين الواقع اللي سبب هذا التخلف الإداري يعني عدم وجود يعني قدرة عند هذه الإدارات فعلا للانتقال بالعراق نحو مراحل متقدمة يعني نتذكر تماما أنه المفروض كان العراق بـ 1985 يتحول إلى بلد من العالم الصناعي المتقدم اليابان كنا نتحدث عن يابان الشرق الأوسط لكن مع الأسف جدت الحرب الإراقية الإيرانية وأجهضة مشروع الإراق يابان الشرق الأوسط زين دكتور نعود إلى حياتك المترجم للقناة المترجم للقناة